اشتركوا في القناة وخلال الاجتماع وجه سعادة وزير الخارجية كلمة أكد فيها أن الوطن العربي يواجه اليوم تحديات سياسية وأمنية متعددة وظروفا صعبة الأمر الذي يستدعي منه عملا عربيا مشتركا أكثر فعالية مطالبا بتبني استراتيجية عربية مشتركة تجاه هذه المتغيرات والتحديات ترعي الحفاظ على المصالح الحيوية للأمة العربية وحماية الأمن القومي العربي وأوضح أن ما يحدث في عدد من الدول العربية الشقيقة أمر محزن ومؤلم ولا حلول سياسية في الأفق لإنهاء الحروب والصراعات الدامية التي تسببت في سفك الدماء الزكية وتدمير المدن والقرى والبنى التحتية وتهديد الأمن القومي العربي وتعرض الأمن والسلم الدولي لخطر كبير دون أي اهتمام ملموس من المجتمع الدولي وأضاف أن بعض الدول الشقيقة أبتليت بوجود ميليشيات مسلحة تتلقى دعما إقليميا متواصلا وهو ينتهك القوانين الوطنية لهذه الدول ويهدد أمنها والسقرارها ومصالحها الحيوية ويعطل مسيرتها التنموية ونموها وازدهارها مشيرا إلى أن هذه التدخلات الأجنبية في الشهون الداخلية لعدد من الدول العربية لا تزال مستمرة بل أنها مع الأسف مصحوبة باعتداءات عسكرية متواصلة تنتهك سيادة الدول والسقلالها ودعم كبير للتنظيمات الارهابية المتطرفة بالمال والسلاح في مخالفة صريحة لمبادئ حسن الجوار وكفة القوانين والمواثيق الدولية وأكد وزير الخارجي على أن الأمن المائي في عدد من الدول العربية يتعرض لخطر كبير فمصر والسودان يواجهان سويا مشروع سد النهضة الأثيوبي وتأثيره المتوقع على حصة البلدين من نهر النيل التي يحتاجها البلدان لسد احتياجات الشعبين الشقيقين وتلبية متطلبات التنمية والازدهار فيهما مشيرا إلى أن سوريا والعراق يواجهان خفاضا كبيرا في حصتهم المائية في نهري الفراتي ودجلة وباقي الروافد التي تمر في الأراضي العراقية ما تسبب في وقوع ضرار كبيرة على حياة مواطنيها وجهودها التنموية وحذر سعادة الوزير من أن الارهاب يشكل خطرا مستمرا على أمن واستقرار الدول العربية ما يضع الوطن العربي أمام تحدي كبير يتطلب منه مواصلة جهودنا المشتركة لمكافحة التنظيمات الارهابية المتطرفة كداعش والقاعدة وحزب الله والحوثي وجبهة النصرة وغيرها من التنظيمات المدرجة على قائمة الارهاب الدولي التي لا تزال تتلقى دعما من دول اقليمية لتنفيذ أطماعها وأهدافها المدمرة في وطننا العربية وأوضح أن ما حدث في أفغانستان يضع علينا كدول عربية مسؤولية مضاعفة لمد يد العون والدعم الإنساني لمساعدة الشعب الأفغاني على تجاوز الظروف الصعبة التي يعانونها والعمل على تحقيق السلام والاستقرار وضمان أمن المواطنين الأفغان والإسراع في تشكيل حكومة وطنية تمثل كافة أطياف وفئات المجتمع الأفغاني وتلتزم بالقوانين والمواثيق الدولية وينبغي العمل كذلك على أن لا تتحول أفغانستان إلى مركز لهواي التنظيمات الارهابية والتي لا تزال نشيطة في بعض الدول كداعش والقاعدة وغيرها من التنظيمات وشدد الوزير على أن تلك التحديات الصعبة تضعنا أمام مسؤولية كبرى تستوجب منها موقفا حازما لمعالجة تلك التحديات والتعامل معها بكل حكمة وعزيمة لحماية الأمن القومي العربي والدفاع عن مصالح الأمة العربية وحق شعوبها في الحياة الكريمة والأمن والاستقرار والازدهار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر